باسم الاب والابن الروح القدسة الاله الواحد امين كل سنة وانتم طيبين وربنا يعيد عليكم الايام بالخير وانتم في نعمة وبركة وربنا يبارك في حياتكم يبارك في دخلكم ويبارك في خروبكم يبارك في كل ما تمتد إليه عيديكم بالبركات السماوية وحنا نحتفل هذا اليوم بعيد الظهور الالهي وعياد الظهور الالهي كانت في القرونة الأولى الأول والثاني والثالث لغاية القرن الرابع كانت الكنيسة تحتفل بأعياد الظهور الالهي مع بعضها مرة واحدة يعني كانت تحتفل بالميلاد وتحتفل بزيارة المجوس وتحتفل بعماد المسيح وتحتفل بعرس كونة الجليلة لأنها كانت أول معجزة يعملها المسيح وأظهر ذاته لتلاميذه فآمن به تلاميذه الأربع أعياد دول الكنيسة كانت تحتفل بهم مع بعض بصفة أنهم كانوا أعياد يطلق عليها أعياد الظهور الالهي يعني الله يعلن نفسه للبشر الله يعلن ذاته علشان كده الإنجيل النهاردة يبتدلنا بكلمة يحنى الإنجيلي الله لم يره أحد قط صحيح الله لم يره أحد قط ولكن الإبن الوحيد الذي هو في حدن أبيه هو الخبر هو أعلن عن ذاته علشان كده الكنيسة كانت تحتفل بأعياد الظهور الإلهي لغاية الكرن الرابع مع بعض وبعد كده ابتدت تفصل كل عيد لوحده علشان تؤكد للمؤمنين أن هذه الأعياد عدة مرات يظهر المسيح ذاته للبشر ولكن لم يكتفل المسيح بهذه الأعياد فقط في إظهار ذاته ولقد استمر أن يظهر ذاته في كل أيام حياته على الأرض من خلال معجزات كثيرة لكن نبتدي من أول ليه الكنيسة بتسمي أعياد الظهور الإلهي وله بالذات المعمودية معمودية المسيح كانت إعلان لأن هنا يحن المعمدان بيعلن بوضوح أنه قد أرسل ليعمد لكي يعد الطريق أمام المسيح وده حسب النبوة التي قالت عنه قبل ميلاده وأيضاً بحسب إعلانه هو شخصياً أنه الذي أرسله ليعمد علشان معمودية التوبة وبالتالي هنا بتختلف المعمودية اللي كان بيقوم بيها اليهود قبل يحنى المعمدان من جهة التطهير الجسدي دي كانت نوع من المعمودية كان يمارسها اليهود وفي معمودية يحنى المعمدان للتوبة الإعداد للطريق ومعنى ذلك أنه كان يدعو الناس للتوبة وكانوا يأتون معتمدين منه مكرين بخطاياهم لكن معمودية المسيح اللي هو بقى إحنا بنتعمدها من خلال اسم المسيح من خلال الآب والابن والروح الكدس الثالوس الكدوس هي معمودية تغيير كياننا هي معمودية إعطاءنا كياناً جديداً أي أننا نصير أبناء لله بالتبني من خلال أن المسيح هو الإبن الإله الوحيد وإذ هو الإبن قادر أن يعطي هذه البنوة للمؤمنين باسمه عشان كده قال لنا برضو يحنى الحبيب في أول إصحاح من إنجيله الذين آمنوا به أعطاهم السلطان أن يصيروا أولاد الله بالتالي هنا تدرج مفهوم المعمودية من خلال التاريخ إنه معمودية أولاً كانت لاغتسال من الأدناس الجسد وماذا لهذه المعمودية البعض يمارسها من جهة الاغتسالات الجسدية الخارجية ولكن معمودية يحنى كانت موجودة طبيعياً علشان يدي تقدم أكثر إنه مغفرة الخطايا أي غسل الأدناس الداخلية دنس الإنسان الداخلي ولكن بالمسيح علشان كده يحن قال الذي يأتي بعدي يعمد بالروح القدس معمودية مختلفة تغيير كيان نحن مدفونين معه بالمعمودية مدفونين معه بموته وبعدين بنقوم معه قيامة جديدة طبيعة جديدة بالتالي هنا في المسيح معمودية بس معمودية مختلفة تماماً هي طبيعة إنسانية جديدة هوية جديدة بنأخذها من خلال هذه المعمودية الجديدة لكن المسيح من خلال إعلانه عن نفسه أظهر لنا ليه بيعمل كده ليه جرى الله يظهر نفسه من خلال هذه الأعمال العظيمة عشان كده شاهد يحن المعمدان إنه هناك سبب في المعمودية المسيح جاء إلى يحن المعمدان علشان يتعمد منه ويحن المعمدان نفسه كان مستغرب يقول له لست مستحقاً لكن أنا المفروض أتعمد منك والمسيح هنا يقول له اسمح الآن لأنه ينبغي لنا أن نكمل كل بر لأن المسيح الإله المتجسد في صورة الإنسان كان لابد أن يعلمنا أنه هو نفسه يقبل كل ما هو للإنسان الكامل وبالتالي علشان يعطينا هذه الرسالة ويؤسس هذا السر في الكنيسة علشان كده السيد المسيح قبل أعمال النموس من أجل أنه يعطينا نحن هذه الصورة أن فيه ممكن نكمل أعمال النموس لكن بصورة أعمق وبصورة مختلفة تماماً علشان كده قبل المعمودية من يحن لكن كمان لكي يظهر لإسرائيل كتاب كده قال لنا علشان يظهر لإسرائيل إزاي الناس كلها كانوا يأتي إلى يحنى المعمدان علشان يعتمدوا فكان يحنى له شهرة عظيمة فعلشان كده جاء المسيح علشان يعلن شهادة حق شهادة عن المسيح علشان كل الناس اللي موجودين يعرفوا أن يحنى المعمدان ليس هو المسيح ولكن يحنى يشهد للمسيح ويقول أن هذا هو حمل الله أنه هو الذي رأى الروح نازلاً عليه ومستقراً عليه وهنا يدينا صورة شهادة أنه شهد بالحق أن الروح القدس يحل عليه نازلاً مثل حمامة وصوت من السماء يقول أن هذا هو ابن الحبيب الذي به صررت علشان كده هو إعلان إعلان أولاً سماوي إعلان إلهي أن الآب يعلن عن هذه البنوة عن الإبن المسيح الإلهي المتجسد والروح يحل عليه علشان يعلن هذا الإعلان يعني معنى كده أن الثالوس القدوس بيعلن صراحة في إرادة صالحة هذا التجسد أن هذا الإنسان يسوع الذي هو في الماء هو هو نفسه الإله الإبن الوحيد الذي قبل كل الظهور وبالتالي هنا هي شهادة بيعلنها الله للبشر من أجل أن نتعلم هذه الشهادة وبالتالي هنا ربنا عندما يأتي بيعلن هذه الشهادة أيضاً يقول لنا السبب ما هي السبب هنا؟ علشان تؤمنوا تؤمنوا أن هذا هو ابن الله ويحنى يكمل رسالته لتؤمنوا أن هذا هو ابن الله علشان الذي يؤمن ينال خلاصة ينال حياة أبدية الذي لا يؤمن لا يكون له حياة أبدية علشان كده نفس يحنى الحبيب يكرر في الرسالة بتاعته علشان تعلمنا أن من له الابن له الحياة وعشان كده هذا هو إيماننا أن من خلال التجسد صارت لنا حياة جديدة وبالتالي بيعطينا طبيعة جديدة بيعطينا فكر جديد بيعطينا استنارة علشان كده كانت المعمودية أيضاً هي فكر استنارة إعلان عن طبيعة المسيح اللي بيدينا أيضاً من خلال هذه الطبيعة مجموعة من البركات اللي من خلال هذه البركات يحيى الإنسان علشان يكون له حياة أبدية فأول بركة بيديه لنا هي بركة البنوة أننا في المسيح أبناء تخيل بقى أن هذه البنوة بتعطيك ميراثاً أبدي أنت من خلال هذه البنوة اللي خدتها من خلال عمل المسيح الخلاصي من خلال تدبير الخلاص أنت بتنال بنوة أنت الآن انظروا أيها الأحباء نحن الآن أولاد الله وإن كنا أبناء زي ما قال بوليس الرسول كنا أبناء النتيجة بتاعة هذه البنوة نحن ورثة نحن ورثة الإبن وارث نحن ورثة ورثة الملكوت وارثينا مع المسيح فعشان كده خلي بالك نحن لما نحتفل النهاردة بمعمودية المسيح بإعلان الظهور الإلهي نحن نحتفل أيضاً ببنوتنا للمسيح ببنوتنا لله بإرسنا السماوي لنا ميراثاً أبدي محفوظ لكم غير مضمحل ما يحدش يقدر ياخده منك لك ميراث أبدي لما تعرف إليك ميراث أبدي بكل تأكيد هتخلي بالك إن محدش ياخد ميراثك منك محدش ياخد هذا الميراث أبداً منك اوعى تخلي العالم ولا شهوات العالم ولا الأفكار ولا الناس ولا خليقة أخرى ولا مستقبلة ولا أي حاجة زي ما قال بوليس الرسول تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع لأننا لنا ميراث أبدي خلي بالك من هذا الميراث يمكن الناس يشوفوا الميراث الأرضي ويتعبوا من أجله ويحافظوا عليه ويجروا عليه ويتخنقوا عليه في المحاكم ويدوروا عليه بكل جهدهم علشان ميراث هتسيبوا في الأرض تاني وأليلين جداً اللي بيدوروا على الميراث الأبدي السماوي خلي بالك ميراثك الأبدي السماوي في المسيح يسوع أبهى وأكثر بهاء من كل ما في هذا العالم مجتمعاً وربنا بيدهالك بيدهالك ميراث أبدي لأنك في المسيح المسيح أعلن أيضاً عن ذاته بصور مختلفة أنه يعطي البركة من خلال هذا الإعلان المسيح يعلن عن نفسه أنه هو نور العالم علشان يدي لك أنت الاستنارة فهو إعلان عن الاستنارة التي لك في المسيح هو بيقول أنا هو نور العالم بس كمان بيدينا أن إحنا نكون نور العالم مستنيرة عيون أزهانكم علشان إيه؟ علشان تدركوا رجاء المجد رجاء دعوته علشان أنت لما تدرك باستنارة عقلك باستنارة قلبك والحقيقة أن نفس الكلمة اللي فيها استنارة العقل اللي ترجمت باستنارة العقل هي أصل اللغة اليونانية فيها استنارة القلب الكارديا علشان القلب ده هذا هو اللي بينور من خلالك علاقة حقيقية بالكيانة الإنساني الداخلي أنت استنير عيون أزهانكم عشان نفهم هنفهم إيه؟ فيه رجاء دعوة دعوتك السماوية محفوظة ليك دعوتك السماوية محدش يخدها منك هي الأساس في حياتك ومش بس كده علشان كمان تدرك مراس القديسين اللي ليك استنارة العقل عشان ندرك إنسانيتنا في المسيح يسوع استنارة العقل عشان ندرك فرحتنا في المسيح يسوع الله يعلن عن نفسه أنه هو مخلص العالم أن فيه هو الحياة علشان يعطيك حياة ويعلن عن نفسه أنه هو نور العالم علشان تستنير عيون أذهانكم يعلن عن نفسه أنه هو خبز الحياة من يأكلني يحيا بيه وعشان كده بيقول لنا أنه هو الخبز هو النور هو الخبز أيضاً عشان تنال حياة وعشان كده كل واحد مننا بيشوف المسيح بيعلن عن نفسه أنه خبز الحياة عشان أنت ما يكون لك شبع آخر خارج المسيح لأن الشبع الذي خارج المسيح هو جوع في الحقيقة الناس تاكل زي ما تاكل من العالم وتجوع أيضاً ولكن زي ما المسيح قال للمرأة السامرية كل من يشرب من هذا الماء يعتش أيضاً ولكن من يشرب من الماء الذي أنا أعطيه ففي داخله في قلبه الداخلي ينبع ينبع ماء للحياة الأبدية فأنت عايز الينبع جواك ولا أنت عايز تدور على إيه؟ على الخارج عشان كده غريب قوي أنه قرمية النبي يشهد السماء والأرض على البشر يعني ربنا يكلم البشر من خلال نبوة في قرمية النبي يقول له شهد السماء والأرض ليه؟ شهد السماء والأرض على العالم على الناس هل يستبدل إنسان المجد؟ هل يستبدل أمة المجد بتاعها؟ بالذي لا ينفع؟ يعني عمركم شفتوا أحد عنده مجد وكرامة ويستبدله يبدله كده بالذي لا ينفع فربنا يستغرب ويقول آه شعبي عملوا شرين ما هم دول يا رب الشرين اللي أنت بتقول عليهم؟ اللي شعبك يستبدل الكرامة والمجد بالذي لا ينفع قال آه استبدله عملوا شرين تركوني أنا ينبوع الحياة وبعدين عملوا إيه؟ ده أول شر عملوا إيه؟ رحهم حفروا لأنفسهم آبار مشققة لا تضبط ماء وده اللي إحنا كثير بنعمله إن إحنا ربنا يعلن لنا ذاته يقول لنا أنتم أبناء أنتم محبوبين تعالوا عشان تستنير قلوبكم تعالوا عشان تشبع وبعدين إحنا نقول له إيه؟ نقول له لا إحنا هندور على غيرك نذهب نحفر لأنفسنا آبار مشققة لا تضبط ماء نجري وراء العالم وربنا بيعلن ذاته وما زال الله يعلن عن ذاته يقول لك إيه أنا هو الباب اندخل بي أحد تدخل ويخرج ويجد مرعة في حماية يقول لك أنا راعي الصالح الذي أبذل نفسي عنك وإحنا ندور على حد تاني يقودنا وتبص تلاقي الناس منقادين إلى أمور تفهة أو إلى أشخاص دايما يستغلوهم مين اللي بيقود حياتك هو الراعي الصالح اللي بيعلن عن نفسه ويقول لك أنا هو الراعي الصالح وأنا هو الباب من يدخل من خلالي يجد مرعة يدخل ويخرج في أمان أمانك الحقيقي بتدور عليه تدور عليه في المسيح هتلاقي المسيح هو اللي بيعطيك هذا الأمان يعطيك هذه الفرحة يعطيك هذه الرعاية وبعدين يجي بقى يقول لنا خلي بالك أنه أنا هو أيضا القيامة والحياة تيجي مارثة أخت العازر تجري على المسيح وتقول له إن إن كنت هاهنا لم يموت أخي لو كنت هنا ما كانش مات يقول لها أنا هو القيامة والحياة أتؤمنين إن أمانتي ترين مجد الله وبعدين يقول لها كمان خلي بالك من آمن بي حيحيا ولو مات لأن أنا هو القيامة وإحنا بندور على قيامتنا فين بندور على قيامتنا وكأننا أبديين في الأرض خلي بالك حياتنا على الأرض هي حياة مؤقتة إنما حياتنا الحقيقية هي في السماء حياتنا الحقيقية إنساننا الحقيقي هو في السماء والله يعلن لنا ذاته ويقول لنا كده أنا هو القيامة والحياة وإحنا بندور عليه فين بعيد وعشان كده ربنا ما زال يعلن ويعلن لنا ذاته ويقول لنا أنا أشفي أنا أقيم أنا أبارك أنا أعطي أنا أحفظك أنا أرفعك أنا أباركك أنا أحميك وإنتنا هو اللي بيعلن لنا ذاته وإحنا نقول له معلش إحنا شايفين حد تاني بيحللنا مشاكلنا بيحط لنا حماية إحنا اللي شايفين ده وبعدين في الآخر يقول لنا أنا هشهد السماء والأرض على الناس اللي مش قادرين يشوفوا إعلانات الله عشان كده كنيسة لما كانت تحتفل بأعياد الظهور الإلهي كانت تحتفل بأعياد الظهور الإلهي علشان تعلن عمل الله الخلاصي تدبير الخلاص فأنه هو الكلمة الذاتي الذي أحبنا صار إنسانا مثلنا لكي نصير نحن مثله أحبنا أعطانا استنارة عشان نفهم ونعرف ملكوته أحبنا وأعطانا أنه يكون هو خبز حياتنا لكي يشبعنا إلى الأبد عشان يقول لنا خلي بالك أنا هو أنا هو الأول والآخر أنا هو الكائن والذي كان والذي يكون والذي يأتي عشان خلي بالك نحن الآن في استعلان عمل الله الخلاصي في حياتنا وما ذال الله يعلن لنا عن نفسه بأمور كثيرة هل نرى عمل الله في حياتنا عمل الله يعلنه لك في حياتك الشخصية الآن يأتي كثير من الأوقات تلقوا ستلاقي ربنا بيعلن لك إنت ذات يكلمك في داخل قلبك يكلمك في داخل قلبك هل قلبك يُدرك يسمع كلمة الله في داخلك يكلمك من خلال كلمة الله المكتوبة يكلمك من خلال أحداث العالم يكلمك من خلال أحداثك الشخصية وإنت نايم يكلمك وأنت صاحي بيكلمك وانت في ضيقتك يكلمك وانت في ظلمتك يكلمك وانت في ضعفك يكلمك هو يراك هو يراك في كل وقت في حياتك هو يراك هو يراك ويعلن لك لك ذات لكن عينينا هل بتشوفه علشان كده في احتفالنا بعيد الظهور الالهي نرى المسيح نرى المسيح في حياتنا نرى المسيح في حياتنا ولا ننشغل عن المسيح ابدا باي شيء قد نراه في هذا العالم الانسان اللي يرى مجدى الله في حياته لا يستطيع ابدا ان يرى اخرين انما يرى الكل كل العالم وكل انسان من خلال عين المسيح وهنا تقدر تشوف من خلال عين المسيح وكأننا ناظرين الى مجد الله بوجه مكشوف لان المسيح فينا نتغير من يوم الى يوم نتغير من مجد الى مجد نتغير من نعمة الى نعمة علشان كده افتح عينيك النهاردة علشان تشوف المسيح المسيح اللي بيعلن لك ذاته علشان تمجده اشتركوا في القناة